من التقاليد المؤسرة اللي اتركها مسلسة الرحمات البابا شنودة الثالث موضوع الاعتراف بالإديسين ايه اللي حصل لما الموضوع ده اترح على المجمع المقدس هل الموضوع ليه عمق في تاريخ كليسة ولا ما يختص الأول بالبابا شنودة الثالث بالاعتراف بالإديسين هو في ترسم قصف للتعليم سنة 62 ولما حضر جلسة المجمع المقدس سنة 1964 طرح اقتراح وقتها في هذه الجلسة انه يتم الاعتراف بقداسة الأنبى إبرقام أسقف الفيوم والجيزة وابونا مخايل البحيري اللي من أشنين تلميزه اللي يكون ايضا من ضمن قديسين الكنيسة وطبعا هنا تمت الموافقة من المجمع المقدس بالاكمل لانه طبعا أنبى إبرقام يعني شخصية محبوبة إديس يعني وإديس فعلا ومواجزاته كانت تشهد له وصرته كمان تشهد له يعني بالخدسة طبعا فتصادف أنه هذا التاريخ 1964 يمر عليه خمسين سنة من وقت نياحة أمبى إبرقام يعني مستوى في الشروط هنا أنا عايزة ألفت النظر حتى الشروط دي جات منين لأنه هنا ما فيش قرار يقول أنه يمر عليه خمسين سنة لكن أقول تصادف أما أنا أقول لحضرتك أخي تصادف أنه سنة 1964 كان مر خمسين سنة على نياحة أمبى إبرقام لأن أمبى إبرقام اتنيح يوم عشر يونيا عشر ستة ألف تسعمية واربعتاشر طبعا ده تاريخ فمن أربعتاشر إلى أربعة وستين كان خمسين سنة واعترف بي أبونا مخيل البحيري اتنيح بعد أنبى إبرقام بتسع سنين لأن أبونا مخيل البحيري اتنيح سنة ألف تسعمية تلاتة وعشرين ففي سنة أربعة وستين ما كانش لسه وصل خمسين سنة بالضبط فاعتقد الناس أن هذا قرار أو قانون وضع في الكنيسة أنه يتم الاعتراف بالإديس بعد خمسين سنة لكن لم يكن هذا قرار ولما يكن هذا قانون لكن هذا عرف 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 وليس قانون والدليل على كده أنه لما جات الكنيسة تعترف بقدسة البابا كاليلو السادس لم يكن قد مر خمسين سنة على أن يحتم أقل بكثير الكنيسة اعترفت بيه سنة ألفين وثلات عشر والبابا كاليلو ستنيح واحد وسبعين يعني حوالي أربعة واربعين سنة تريد اتنين واربعين سنة اتنين واربعين سنة ما كناش وصلنا لخمسين سنة فهنا ترسخت في أقول الناس أنه عشان من أربعة عشر لأربعة وستين خمسين سنة يبقى دي قانون لكن احنا ما عندناش قانون بكده وطبعا في عهد البابا شنون التالت تم من العطراف أيضا بقدسة سدهم بشاي قدي سدهم بشاي طبعا قدي سدهم بشاي وكلام ده تم في جلسة ستة ستة سنة سبعة وتمانين ستة يونيو لأن غالبا المجمع المقدس كان بيجتمع في عشية عيد العنصرة فكان يجتمع في شهر يونيو في يوم ستة ستة سبعة وتمانين كانت الأوراق كلها تقدمت طب لعلك تعجب بقى مما سأقوله بقى احنا لما نجي ندور في التاريخ قبل اللي عملوا قام بشنودة لا نجد حاجة اسمها الاعتراب بالقديسين في الكنيسة الابطية الارتودكسية الكنيسة الكاتوليكية المشهورة بالقصة الكنيسة الكاتوليكية مشهورة بالحتة دي ولها شروط معينة وبعدين بتحطهم في درجات يعني تقولي الأول المطوب وبعد عدة سنوات تعترف بيه كأديس ده الكنيسة الكاتوليكية لكن احنا في تاريخنا كله في تاريخنا كله لحد عهد الباب شنودة التالت اللي هو البابة رقم 117 لا يوجد عندنا حاجة اسمها الاعتراف الرسمي من خلال المجمع المقدس بالإدسين خالص اقرأ تاريخ البطاركة واخرى تاريخ الكنيسة وعندنا مش حاجة زي كده ما لقيتش الصراحة هنا بقى كان بتيجي منين الحتة دي انه سيرة الإدس نفسه الطهرة النقية التي تسير حسب الإنجيل كانت بتفرض نفسها بواقعية يعني مثلا نحن عندنا فاصلين للحال بعض الأباء تنيحوا ولم يتم الاعتراف بيهم لحد هذه اللحظة لكن الناس بتطلبوا تركتهم وشفاعتهم يعني لا يا أخفي سر مثلا أقول أبونا فانوس أم بابولا مثلا أبونا عبد المسيح المناهري مثلا عندناش قرارات من المجمع المقدس بالاعتراف بسرته وغيرهم لكن هنا بقى الاعتراف بيهم من خلال المجمع المقدس بيدي أولا تأكيد وقوة لهذه السيرة يتم ذكره في الهتنيات يتم ذكره في الأدسات الكنيسة تحط إيقونته في الكنيسة تحطه قدامه أنديل تولي على الشمعة تطلب باركته رسميا تحط سرته في السنكسار يبقى اليوم عيد كل ده بقى يتحول إلى تأس في الكنيسة أنا مش بشكك في حاجة اللي حصلت بعضي اعتبالت أشياء كان بقول حاجات تاريخية ما عندناش فعلة لا لا مش بنشكك لكن احنا عندناش قبل كده حاجات زي كده والدليل على كده مثلا تفتح مثلا السنكسارات لو بصلت لقى مثلا فيها سيرة البابا مكاريو ستالت اللي اتنيح سنة أهل تسعمية خمسة أربعين طيب ما عندناش قرار مثلا بوضع سرته في السنكسار أو بوضع اسمه بين الأدسين الناس كلها بارك أنا مش بشكك بارك قدست أحد لكن بقول ما عندناش قرارات مجمعية تؤكد كده لكن أول قرار في التاريخ يذكر هو القرار اللي تأخذ سنة أهل تسعمية أربع وستين في حبرية البابا كاريولو السادس في الجالسة التي حضرها أنبا شنودة أسخف التعليم واخترح فيها حتة الاعتراف بقداسة أنبا إبراعون وكال راجب الديسين طبعا طبعا كلهم الديسين ونحن نطلب بركتهم أنا بتكلم من وجهة نظر تاريخية صرف طبعا لا حصل بعد يعتبر أن أنا بشكك في حاجة لا خالص لا 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 أنا بوضح على مستوى التاريخ مكانش فيه قصة الخمسين سنة دي بس مش أكتر ولا حتة الاعتراف أصلا يعني ولا حتة وبالزبط تصير نفسها النقية تفرض نفسها على الواقع الملموس ده حقيقي وكمان غير كده زهورات الديسين بعد دنيا حتهم وصنع المعجزات بتؤكد حاجات كتير يعني مثلا على سبيل المثال بابا كرالوس يتنيح وواحد وسبعين الاعتراف قدسته كان 2013 طيب ما بين 71 و2013 ما كانش البابا كرالوس اديس اعتراف المجمع هو تأصيل للواقع الفعلي بالزبط وزيما قلت الحضارك من شوية بيدي قوة ودفع ان اسمه يتحط في سنكسار صورته يتتحط في الكنيسة تتعامل كناس على اسمه نطلب بركته وشفعته يتحط في الهتينيات يتحط في تأسي الكنيسة ده ما ينتج عن الاعتراف الرسمي من خلال المجمع المقدس وطبعا مؤخرا في عهد البابا طاودروس الكنيسة بدأت تنظم هذا الموضوع يعني في من ضمن القرارات المجمعية القريبة هناك نوع من التنظيم لكيفية الاعتراف بالقدسين كل ده طبعا الكنيسة بتقدع ليه واحنا بنقدع ليه والكل بيسير عليه وهي عملية تنظيمية بتنظيمها الكنيسة وعشان كمان محدش يختارع قدسين يعني لست اشكك في احد إنما هناك بعض الأسماء المشهورة على يعني بعض المستويات أنا مش هوضح ولا أقول أسماء سيرتهم يعني في الأساس لها نوع من التشكيك بيشككوا في سيرتهم؟ اه مش بيشككوا هو أصلا السيرة فيها التشكيك وليس لها أصل في المصدر والبعض بيعتبارهم اديسين نظرا لتأثرهم من بعض الطوايف الأخرى وطبعا أنا مش هو الأسماء لكن اللي عايز يعني يجي نقشني على المستوى الخاص أنا تحت عمره لا فيش مشكلة طيب على ذكر الانديسين اسمه مسلسة الرحمات البابا شنودة الثالث ارتبط باسم البابا أسانسيوس الرسولي وهو طبعا رجع رفاته من روما بس اتبقى اكتشاف الرفات ورجوحها بتاعت البابا أسانسيوس دي كانت ازاي؟ فعلا احنا دلوقتي لما نيجي تحت الكاتدرائية ونبص نلاقي فيه مزار خاص مزار البابا أسانسيوس الرسولي موضوع فيها الرفات بتاعته ومبني عليها زي مزبح وفي نفس المزار كان فيه المقبرة الأديمة اللي اتدفن فيها بصفة مؤقتة البابا كاريلو السادس قبل نقله دير مانيمينة ونلاقي برضو حاليا دلوقتي فيه تلات رفات لتلاتة من الأباء المعصرين اتدفنوا في نفس المزار أبونا مخايل إبراهيم أبا اعتراف قداسة البابا والبابا شودا نفسه تطلب انه يدفن في هنا جنبيه في الكاتدرائية يكون بركة للكنيسة كلها وبالمناسبة يعني بحي نيافة الآن بأنجيلوس وأباء كنيسة ماري مرقس شبرة على أنهم بيهتموا بالعيد بتاع أبونا مخايل لإجنيحته لأنه هو يوافق شهر مارس الحال اللي احنا فيه وبيجوا طبعا يعملوا له صلوات خاصة وتمجيد ويعملوا له تطيب على المقبرة أنا حضرت قبل كده معهم واخدت البركة فده نوع من الوفاء ونوع من الزكرة يعني طبعا فيه شك جنب أبونا مخايل فيه مقبرة أخرى للمتنيح الأنبى صامويل أسقه في الخدمات العامة والاجتماعية هو نايع في العرض هو استشهد في حادث المنصة في أكتوبر 81 مع السادات في الجهة المقابلة على اليسار فيه مقبرة للمتنيح الأنبى غريغوريوس أسقه في البحث العلمي والثقافة القبطية وجنبي مقبرة فضية يا طرع مين لسه بتعميل لسه مش عارفين يعني ده الموجود في المزار طيب الرفاض بقى بتاع البابا أسانسوس دي جات إزاي جات إزاي جوصلت إزاي هنا ومين اكتشف جسده أنه موجود فيه الخارج في عهد البابا كيريلو السادس كان هناك الوفد القبطي اللي كان بيزور فينيسيا وكلامنا كان بعد رجوع جسد ماري مرقوس لمصر راح وزيارة آه يعني رجوع جسد ماري مرقوس كان سنة 68 تزامن مع افتتاح الكاتدرية في يوني 65 في يوم 25 أبريل 1969 بعدها بحوالي السنة تقريبا كان هناك وفد قبطي كان برئاسة أعتقد أنبا مرقوس وكان فيه المتنيح أنبا غريغوريوس أسقه في البحث العلمي فدخلوا في فينيسيا بيزوروا كنيسة كانت بإسم القديس الزكريا الكاهن زكريا الكاهن والد يوحن المعمدان ده اسم نادر طبعا آه اسم نادر لحد يعمل عليه كنيسة يعني لكن عندهم هناك كنيسة فيها فواجدوا هناك مقبرة عليها تمثال لأحد البطاركة بملابس الكاهنوتية وفي إيده الصليب وفي إيده عصر رعاية ومكتوب عليها باللاتيني تعالي اللاتيني دي لغة أوروبا الأديمة ولغة الكنيسة الكاسوليكية مكتوب عليها معلم المسكونة البطاريارك آه 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 الرسولي أو معلم المسكونة يعني السكنداري بطاريارك الأسكنداري دي جات فوقتها إيه ده زهلوا لأنه ما كانش فيه علم وخبر في الكنيسة الإبطية بوجود رفاة البابا أسانسيوس خارج مصر هاتش يعرف هاتش يعرف حتى أنا فاكر مرة حد سألني إزاي الرفاة دي خارجت مصر خارجت من مصر يعني فاللي حصل أنه يعني قسطنطين الملك كان بيحب يجمع كتير من رفاة الأديسيوس مع أنه نفى البابا أسانسه لسا عدة مرات يعني لسا بتاول الوتسك يعني لكن زي كده لا لا في عهد البطاركة اللي جم اللي قصدي الأباطرة اللي جم بعد قسطنطين زي مثلا سيدوسس الكبير وغيره وسيدوسس صغير كان برضو ما زالت كنيسة قسطنطينية بتحب تجمع رفاة الأديسيوس فيبدو أنه في الفترة اللي بعد دخول العرب مصر خافوا على رفاة البابا أسانسوس فتنقلت القسطنطينية وبعد كده لما تحولت مدينة قسطنطينية من حكم الأباطرة الرومان إلى حكم الأتراك مسلمين وتحول اسمها من قسطنطينية إلى اسطنبول خدوا كتير من الزخائر والرفاة المقدسة اللي موجودة في المدينة وتوزعت على بلاد في أوروبا كتير فالله حصل أنه تنقلت برضو رفاة البابا أسانسوس إلى فينيسيا وهناك استقرت بقى في هذه المقبرة اللي شافوها في يوم 25 أبريل 69 فهذا الموضوع اتنقل لقدسة البابا كاريرلو السادس وبدأت الكنيسة هنا تبحث وتدور على رجوع هذه الرفاة لكننا لسه مرجعين ماري مرقس وبصعوبة شديدة وبطرق فينيسيا يعني حوله مع المستحيل لدرجة أن بابا رومت دخل في الموضوع وقال له اهديلي جزء من ماري مرقس وأنا اهديلي البابا الأسكندرية فهنا برضو بتدت المباحثات في هذه الفترة لكن توجد بقى هذه المباحثات وهذه الأمور في الزيارة الأولى اللي قام بها البابا شنودة الثالث لروما على 973 فكانوا بقى ايه محضرين له جزء من رفاط البابا السنسوس الرسول على أساس انه هو يعني ايه تبقى جهزة جهزة ايه جهزة وازا ما قلت لحظيتك ان دي كانت أول زيارة من أيام خلق دنيا بعد مرور 1522 سنة ده كان تاريخ طويل ما فيه زيارات والزيارة دي على الفكرة كانت مسمرة جدا وكان لها نتائج كتيرة حتى في المباحثات ومن ضمن نتائجها انه البابا جاب معاه نسخة من المايكروفيلم بتاع المخطوطات اللي بطيها للفاتيكان ياه اه واعتقد يعني حسب ظني ان هذه النسخة حاليا موجودة في مكتبة الأسكندري كويس اللي لم يوجد في مرجل الصقام في نسخة منها يعني أنا مش متأكد لكن وارد اه وارد الأمر لكن برضو من ضمن نتائج الحلوة لهذه الزيارة انه جاب معاه رفاط البابا أسانسوس الرسولي وأودعها فيه مزار خاص كان تحت الكاتدرائية وبعدين بعد كان فيه ظروف معينة إلى أن استقرت في المزار الحالي اللي هو موجود وكل الناس بتاخد بركته فيه فمن هنا بقى ارتبط اسم البابا شنودة الثالث بالبابا أسانسوس الرسولي وبعدين ما تنساش ان كلاهما له باع طويل في الحفاظ على الإيمان الأرثودوكس القوي طبعا طبعا يعني طبعا وده لي مؤلفات كتير لهوتية وده لي مؤلفات كتير لهوتية وكان يعني بيلقبوا البابا شنودة بأنه أسانسوس القرن العشرين الضبط وإن هنا ارتبطوا بقى أسماء هم هم الاتنين وبعدين وفعلا يعني تحسن فيه تناغم تناغم يعني مش حتى بدون الرجوع للحكاية إنه هو اللي رجع الرفاطي فكتحسن فيه اعلن تناغم بين الاتنين فيه تشابه ماهده الفكر يا أستاذ عادل اللي ماشي في الكنيسة من جيل إلى جيل الضبط